اشتركوا في القناة اقلنا الى هنا الى هذا المخيم من حين 184 أسرة حاولنا نحن نسكن تحت الأشجار عندنا طالب المعنى في الطالب لقدرنا نستطيع أن نحمله نحن وطفالنا بالبداية وصل المخيم الى تحت الأشجار من عزلة اليمن وعزلة القحيفة في مديرية مقبنة من روبة من الصراع والحرب الى هنا فكانوا النازحين والأسر تحت الأشجار بدون أي خيام فقاءت مبادرة من أحد المبادرات وركزوا أول خيمة في هذا المخيم وتوافدت المبادرات من كثير من الشباب والمنظمات وأسسوا هذا المخيم في 17-3-2021 المنطقة هذه المنطقة نائية ما يوجد في بها سكان ولا يوجد بير إلا واحدة ولا يوجد خزانات للمياه مع تغيرة المناخ وقلة الأمطار تقف هذا البير بسرعة ونضطر نحن ذهب إلى مناتق بعيدة لكي نقلب الماء يعني تقصد أباليوم تروح 20 مره تروح البر ترجع بير بعيد على المخيم وصلح من عندي مين بليام ثلاث مرات نحمل دب عشرة نحن نعتمد على هذا الماء اعتماد كلي للشرب للصبان لسك الحيوانات بعض وقت الماء هذا يجب ملوث غير صالح للشرب لكن نشرب وقصب عنها لأنه ما فيش بذيل لهذا الماء حتى الأون استمر إلينا لحنا رحنا إلى الماء بسفعة باعدة كل يوم الي عديد من السرحن وليس بطريق بعيد المترجم للقناة 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 هذه الحياة المترجم للقناة المترجم للقناة أطفالي قالوا نحسنوا نحسنوا أن يتخوفوا نحسنوا أن يناس غربة يستحوهم أن يروح إلى المدرسة بعد وقت يلقعوا من الطريق نحسنوا أن يدخلوا نحسنوا أن يدخلوا نحسنوا أن يدخلوا أطفالي نحسنوا أن يدخلوا لذي يتحوهم في اليوم نعمل وقبة واحدة يعني اليوم كامد وقبة واحدة يا الله نحن نحصلها الله علينا نعمل وقبتين في اليوم مثلا آخر الصبوح لساعة 9-10 ونأخر الغدار لساعة 2-3 يعني يكون وقبتين باليوم موسيقى طال هات ما نعمل لهش والله يكون قياعة لا فالله نصدروا نحن نرقع نصدر ونرقوها هناك حاراتي تحرطتوا لا يكون قو يابس من اليوم الأول موسيقى 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 اللحوم هذه الفواكه هذه ما نحصلش خالص مش غير موجودة عندنا بالأساس إلا يعني من العيدة العيدة حصل لحماك إذا بعرفها لوقات من اللماء والله قفاعل خير وزيع ما حصل عليها إن كانت أساسا مش موجودة يعني من الأساسية موسيقى 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 نحن نحن نفكر كل يوم نحن نرقع إلى المنزل لكن المكان خاطنار لحد الآن الحال موجود نحن نرقع إلى منازلنا لكن ما ننتهينا الحرب غير منتهية سنظل نفس المعانا في حلول معقتة مثل إبناء بيوت خشبية بيوت متنقلة تخفي من المعانا لكن لإنهاء المعانا نحن نرقع إلى مساكننا إذا انتهت الحرب إذا لم تنتهي فنزل نفس المعانا